وجدت أننا تكلمنا في المدة الباقية في المدة الماضية عن الإصحاحات الستة الأولى وكانت قد انتهت بفضل ختم السادس اللي بيقول حدثت فيه زلزلة من السماء من الحاجات الطريفة أننا روحت لقودة التسجيل فيه بعد ما خلصت الشغل بتاعي حوالي الساعة عشرة وقلت لهم قلولي التسجيل علشان أشوفوا صدنا الحد فين وبعدين أول ما قالوا حدثت زلزلة في السماء بالصنة لأن المكتب بيتزلزل والبضة بتتزلزل وحد الزلزال كان الساعة عشرة بالليل ساعة وجدت من الأفضل أن احنا ناخد فكرة في الأول علشان ما قدرش أبتدي معاكم بالختم السابع على طول أن ناخد فكرة بسيطة لوصل المواضيع ببعضها فهذه الختوم بدأت قصتها من أول الفصل الخامس الإصحاح الخامس بيقول إيه؟ يحنى الحبيب يقول ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوما من داخل ومن وراء مختوما بسبعة ختوم ورأيت ملاكا قويا منادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك ختومه فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو ذا قد غلب الأسد الذي من صبت يهوزة أصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السماء نكتفر بك